بتقرأ في الفلسفة أو فلسفة إيه بي أنا بتفرع لمحمد رمضان ما تفوقنيش بقى سيبني في اللي أنا في كملنا أول عشر تيام من رمضان كل سنة وإنتوا طيبين وتلاقيكم دلوقتي حددتوا المسلسلات اللي بتتبعوها ودي مناسبة كويسة عشان أسألكم مزهقتوش؟ حلقة مسلسل زمانها أربعين دقيقة أشوفها في ساعة ونص بسبب الإعلانات ليه؟ سنعود عودنا أنا بقيت بعاني عشان أفتكر هو إحنا بنعود لإيه أصلا؟ إيه الحل الأسهل والأنسب هو جوي تيفي مسلسلات نصرية منها مسلسلات حصرية زي الموسم التاني من مسلسل رمضان كريم ومسلسل بابا المجال وكمان مسلسلات سورية وخليجية وكلها بدون إعلانات وباشتراك شهري عشرة جنيه بس قرار بسيط تقدروا تنفذوه حالاً في ثانية حيبقى قدامكم كل المسلسلات دي ودي مناسبة كويسة عشان أسألكم مزهقتوش؟ تاني هو أصل رمضان مش مفروض يكون كله ترفيه والترفيه كمان مش مفروض يكون كله مسلسلات الواحد برضو يعوز يشوف فيلم أجنبي يلاقي جاوي تيفي عليه التشكيلة دي كلها فيلم عربي يلاقي قدامه الاختيارات دي كلها جديد وقديم رسوم متحركة مصرحيات برامج غير كمان قنوات تلفزيونية كتير وإمكانية إعادة مشاهدة اللي فاتكم على قنواتكم المفضلة وقت ما تحبوا لينك التسجيل موجود في الديسكريبشن مع خصم خاص حيديكم شهر مجاني لما تسجلوا من اللينك ده بالتحديد من مصر اشتركوا في جاوي تيفي حالا وشوية كده وحاجة أسألكم مزهقتوش من عالم مفيهوش إعلانات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مساء الجمال ومساء الفل عليكم جميعا الله يبارك فيكم هنا يتم استقبال التهاني بهذه النتيجة المجنونة العجيبة الغريبة المريبة مريبة ولا الله 원拉 يعزم نتيجة المريبة لا الجوان كلها عمال ليك حاجة غريبة احلى ربعة جوان للميلان هتلاعوا للأربعة بتوع المش ده شيء غريب تخصص تنكيد على بطل الدور واشمعنا يعني كان من زمان الكلام ده فيه ميلان تخصص التنكيد على بتلاه بقدرته على التنكيد على الميلانسته شخصيا للس사ية طموري كان حاجة عظيمة والحمد لله يعني هو خلص غلطته كلها في أول عشر دقايق وبعد كده ركز وبقى حلم الحمد لله الحمد لله لياو يثبت كم هو مزاجي فرزة ميلان اه انا مش فاهم ده علشان نلصمه كله اسبوع بحيث ان هو يكون في نفس الحلقة دي وهو بيلعب كل مطش كبير دي نعملها ازاي يعني جدد له عقده كل اسبوع يعني شيء مش ممكن فرقة الميلان فرقة مزاجية ما تقدرش تعتمد عليها خالص وعلى فكرة لو مشجعين الميلان حيتصوروا ان لو مشكلة العقدة بتاعت لياو اتحلت خلاص حيبقى عنده ثبات في المستوى تبقى غلطانين ده ممكن يتخانق في التمرين يرجع له ويبوزه وخلاص المستوى العام وان هو رجع تاني للرسم القديم وان هو وظف بن ناصر في مركز جديد عليه ووظف دياز في مركز جديد عليه والاثنين اشتغلوا احسن ما بيشتغلوا في مركزهم الاصلية دي حاجات ما يعتمدش عليها يا جماعة انا مبسوط جدا يعني بس ما فيش اي نوع من انواع الاطمئنان صعب بس ايه رأيك في ابراهيم دياز لا لا الولد لسه قدامه كتير يا جماعة ابراهيم دياز لسه ميلان محتاج يدرس اخلاقه كمان عشر سنين مثلا قبل ما يتعقد معك رأيك في مطش الاهلي مبارح يدود جميل جميل انا في رأيك كلها الحمد لله يعني مزبطاني وبستاني والحمد لله الحمد لله دي حاجة ندرة في تاريخ البشرية ان الاهلي يتقاهل في يوم بتلاتة صفر وتاني يوم ميلان يكسب بطل الدوري على أورد أربعص الحمد لله ده أسبوع ما شفتوش من سنين تقريبا أخيرا عرفت ليه محمود اسماعيل مش إنسان جالكم كلامي جالكم كلامي فيه بني آدم في الدنيا بيعمل كده ده لول ان انا كنت قاعد جنبه كنت قلت ان ده ده ولا كان مثلا ماسك لبانة بيقرقت فيها ولا حاجة من تالي ما بتتكلمش عن المداح يمكن عشان مش بتفرج عليه ايه رأيك في الفكرة رأيك في الكبير النهار ده الحاجات اللي بيعملوها بتاعت التحديات والكلام ده فيها حاجات زريفة فيها حاجات بتضحك بس وانا بتفرج على مسلسل على حلقة في مسلسل الموضوع نهار تماما خلاص يعني مدام حضرتك مصمم إنك تحزق لهذه الدرجة حاضر والله فيه شوية حاجات كده حتفكرني بإنك بتقلد الواقع فعلا وده ممكن يجيب دحك بتاع ماشي يعني شخصيات لسه ليهم عندنا شوية رصيد فبنستخف بعض محاولاتهم الكوميديا فبندحك ماشي يعني لكن كمسلسل بشكل عام وكاتجاه اتجاه عام للأحداث الموضوع سيء جدا موضوع باشع الكبير في آخر حلقتين وحش 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 الكبير من انهيار لانهيار أنا دحكت من قلبي عب كبير أنا في حاجات النهار ده دحكتني موضوع إن كل ما تسأله هجرس على حاجة تبقى بيتجيم دحكتني لكن ما دحكنيش اللي سكتش كله يعني فكرة إن انت بتتريع على بتاعت النهار ده على عينيه وعلى راسي بس وانت بتتريع عملت إيه جواها كان فيه إيه بيدحك يعني المشهد بتاع اللي بيشربه العصير وبياخده الفلوس في تقديل الشخصي ما كانش فيه إيه حاجة تضحك مشهد العقاب بتاع البلونة كان فيه واحدة أو اتنين يضحك فأنا ماينفعش أقعد أشغل مخي مع اللي انت بتعمله علشان أقرنه وأقول يا دي فكرة تضحك المهمة انت جواها عملت إيه يا جماعة المشهد بتاع جوني مع الدكتور ربيع النهار ده كان فيه كمية فرص للكوميديا مهضرة يعني أنا شايف اللعبة وهي بتتبني ومستني البانش لاين وفي دماغي خمس ستة أفكار كلهم يدحكوا مئة مرة أكتر من اللي انت عملت أنا محدش من الانتاج اتكلم معي يعني فكرة إنه هو إنها دخلت تاجر بمرضه ودكتور ربيع بيعترض أيوة أنا فهم كويس قوي أنه هو هيعترض وبعدم حيطلع مسا أعرف وبعد كده حيروح هو نازل بحاجة أنا بقى قاعد أفكر لا أنت تجننت يا بنتي ده المفروض نعمل كذا ويبقى عنده دخلة بشكل مختلف مثلا وفكر بقى في كل اللي يطلع منها كوميديا وبعدين يقول لك لا أشعري مش مصبوط كمان يا ربيع دي أحسن نقطة فكرت فيها ومحدش من الانتاج اتكلم معي دي أحسن نقطة يعني بقى إنا بنفرش لحاجات ممكن يطلع منها كوميديا أكتر بس مش ده جون دي كلها فرص مهضرة دي كلها حاجات فوق العرضة بس لما جوني قال يا رخيص ودكتور ربيع رده وقال نعم دي جمدة بالنسبالي أو بعد كده عملوا فيها إيه اهي دي ده مثال رائع يا بسيوني حلبوا فيها وهي خلصت على كده خلاص اللي يقولوا يا رخيص انت مدت فيها يبقى ما بتندهنيش يا جماعة بتحلموا في إيه دي خلصت أفكار الكبير خلصت والله هو طالما أنه هو مصمم على العكس الترندي بقى الأفكار مش هتخلص لكن الطاقة الكوميديا هي اللي تراجعك الصفار عمل معاك إيه ما شفتش آخر تلات حلقات جعفر ما شفتش آخر تلات حلقات برضو الهرشة زي ما قلت لكم في نمط الأحداث في آخر مرة كلمنا عن المسلسل خلاص إحنا كده عملنا التاريخ المفصل لكل الشخصيات المهمة بالنسبالنا وعملنا صوابق وحضرنا وقائع كتير قوي نتحكم في رأينا إحنا شخصيا وإحنا بنتفرج على المباراة النهائية وهي إلى حد كبير كانت مباراة نهائية اللي حصلت ما بين آدم وندين في الحلقة التسعة الشهيرة جدا واللي أثرت اهتمام كبير جدا ما بين كل المشاهدين سواء اللي بيتابعوا المسلسل أو اللي ما بيتابعوش المسلسل حصل زي ما كنت أنا متوقع إن خلاص إحنا قربنا من التاريخ الحديث جدا ففكرة السكرين اللي بتطلع على الشاشة كل شوية بتاعت إحنا في أنهي تاريخ دي هتختفي الأحداث دلوقتي بتحصل كل يوم تقريبا لأن طبعا الأحداث مطلحقة جدا وتوجت بنتيجة المبرانة النهائية اللي انتهت بقرار الطلاق وما تبعه من محاولات وفشلت هذه المحاولات ووقع الطلاق فعلا في نفس الوقت بيحصل الحدث الموازي في العلاقة الأخرى اللي ما بين شريف وسلمة اللي ممكن نقول إنه هو تزامنه مع اللي حصل دلوقتي ممكن يكون مصطنع شوية من أجل زرع فكرة إن العلاقة دايما بتتجه في اتجاه الفشل بتغير الطبع بتاعت الشخصيات وصولا للنظرية الهرشة السبعة أو السنة السبعة زي ما هو ما بيقول أنا أعتقد أنه ما بقاش حقيقي ما بقاش في محله خلاص لأن في العلاقة بتاعت شريف وسلمة الحدث ممكن يحصل في أي سنة في الدنيا ويقادي لنفس النتيجة ده واحد خبة معلومة مفتاحية جدا ومهمة جدا قدت لفقدان الثقة عند الست اللي متجوزها والعلاقة توطرت بسبب ذلك وده مش معناه إن أنا حاسس إن التوتر دوت مصطنع أو إن المشكلة اللي إحنا أمامها مشكلة مش في محلها دي مشكلة كبيرة جدا وإنت شخصية نوت تتفرج عليها من تبقاش عارف يعني كل الشخصيات اللي ليها علاقة بالموضوع سواء أهله أو سلمة ليهم حق إن هما يبقوا زعلانين منه حاسين بأن هو خذلهم وفي نفس الوقت أنا ما تيجي تبص من منظوره هو حتى بالطريقة اللي هو بيدفع بيها عن نفسه حس إن هو بيقدم الدفاع المناسب أنا كنت عائل صغير عندي 18 سنة وخدت قرار ساعتها ممكن يكون غلط ماشي بس ده كان ساعتها وبعد كده ما بقالوش أي توابع من أي نوع فأعيد إثارته ليه أفتحه تاني ليه أتكلم فيه ليه كان ممكن الحياة تستمر وده ما يتمش استدعاءه مرة أخرى وده شيء أنا بحترمه قوي لأن عادة في المسلسلات اللي زي دي أو في الأعمال الدرامية اللي زي دي يا إما الحدث اللي بيؤدي للمشكلة بيكون حدث مصطنع يا إما بطالنا اللي هو الشخصية اللي على كرسي الاعتراف دلوقتي ما بيقولش الدفاع اللي المفروض يقوله دايما يقعد يلف ويدور حواليه لغاية لما يلجأ له كآخر كارت هو اللي بيحل المشكلة لا المرة دي هو من أول لحظة وهو بيلجأ للكارت الوينر أنا كنت بني أدم تاني أنا كنت عايل تاني أو كلام زي بس فكرة أن المسلسل يخلق الحدثين أو يسنك الحدثين مع بعض علشان ننسبه للنظرية أنا شايف أنه ده مش في محله قد لكن الأثر العام على أجواء المسلسل هي ارتفاع الحدة جدا 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 ارتفاع التوتر جدا ارتفاع دواعي الشحتفة زي ما حد من شوية كان بيقولك اللي صوت كفاية واللي ما صوتش كفاية والكلام ده وبشكل متتالي وما فيش أي حدث موازي ممكن يساهم في تخفيف الحدة دي شوية ده اختيار أنا مش بقول أنه كان المفروض أنه هو يخف الأجواء شوية أو يوازن الحدة دي ببعض الأجواء الخفيفة في شكل علاقة تانية أو في خط أحداث تانية أو كلام زي ده ده قرار بس القرار دوت في النهاية وصلنا لأن المسلسل بقى حمل نفسي على كل اللي بيتفرج عليه وده شيء مش مريحني بصراحة يعني النهاردة بعد ما اتفرجنا على الحلقة أنا وامراتي لأ بجد يا جماعة لازم تضمنوا لنا أن المسلسل ده 15 حلقة لأني مش هكمل 30 حلقة كده لأني كمان لو أنت حتقدم الموضوع على مستوى درامي بيدرس اللي بيحصل في البيوت المصرية المعاصرة بشكل حقيقي يبقى العلاقات ديت لا يمكن تعود لوضعها الطبيعي بعد اللي حصل ده يعني احنا حنفضل نستمر وننزلق في فخ النكد والشحتفة والعياط والسريخ والتألم والكلام ده كله وأنا كواحد متواصل مع أحداث المسلسل أنا بالفعل حاسس بالتألم لكل الشخصيات حتى الشخصيات اللي أنا في البداية ما كنتش متعاطف معها قوي يعني أنا ما كنتش متعاطف مع ندين لكن المشهد بتاع حلقة النهاردة لما سلمة رجعت لها من اللي افتتاح بتاع الموتال دوت وهي بتقول أنت مش كنت معاهم قالت لها نجاية ما قدرش أسيبك لوحدك أنا تأثرت لها بصراحة الباقي يعني رغم أن أنا بشكل عام مش صعبان علي بس صعبت علي في المشهد الشريف صعبان علي آدم صعبان علي سلمة صعبان علي وأنا صعبان علي وانتو صعبانين علي والأهلي كان على وشك انه يبقى صعبان علي والميلان بعد العمل وفي نابولي ونابولي حيرجع يرده له كمان أسبوع صعبان علي فأنا ليه ليه أعيش العيشة ديت أنا أتمنى أن الموضوع دوت يتم موازنته أو حاجة بالطريقة بيقول سؤال 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 دوت ما يتقلش غير من واحدة زوجة فقدت الزاكرة وقامت لقيت جوزها قدامها في فيلم رخيص فتقول له انت مين أو لها أنا جوزك يا سناء فيه أنت مش عارفاني أنا إيه اللي جابني هنا أنا إسمي إيه أنا مش معا نادين عايزة قدم يسعيدها في العيال وبنفس الوقت يصرف على البيت حاجة أوفر جدا لا أنت لو تسطح الدنيا في الآخر للي أنت بتقوله ده يبقى أنت بتتفرج غلط أنا مش بنتفرج على حاجة عشان نعرف الآخر مين اللي غلط أنا شايف أن الأفضل في الكم حلقة اللي شفناه من ساعة آخر مرة كلمنا مع بعض هو إخراج كريم الشناوي الناس خلاص بتدت تقرأ الفريمات اللي هو بيعملها واللوحات اللي هو بيرسمها والإشارات اللي موجودة دايما والحاجات الذكية جدا اللي هو بيترحها وما خافية كان أعظم كمان في حاجات كتير الناس ما تكلمتش عنها من أروع ما يمكن في طريقة المواجهات اللي بتحصل والرمزيات اللي هو بيقدمها في كل مشهد ده صريا علشان يوري لك العلاقة ووصلت لإيه وعشان يصدر لك إحساس قريب من اللي الشخصيات بتحس بي تمثيل الشخصيات دخل في الحتة العاصفية اللي أنا ببشوفش فيها اللي أنا قلت لكم عليها لما يبقى أربع شخصيات بيعيطوا وبيسرخوا بيصوتوا بيزعقوا بينهاروا نفسهم بيطقطع وبيعملوا الكلام ده كله ممكن يبقى كويس ممكن يبقى مش كويس يعني ممكن يكون حلو ممكن يكون وحش إحنا كده أثرنا زوبعة عاصفة أه شكلكم يعني متعاطف معاهم كلهم فمش قادر أقول إن أداءهم وحش مش قادر أقول إن في حد خسرني إن في حد بالغ إن في حد عمل ماشي يا سيدي أنا شارك كلام ده كله بس مش قادر أنيزه خلاص في الحتة دي بقى أنا مبشوفش كويس بصراحة أنا بلاقي غبار كتير دموع كتير أوي سريخ كتير أوي مين بقى كويس وراه مين مش كويس أنا مقدرش أميز خلاص ما بقى أشي تفتكر كلام الشخصيات لنا دين وإنها شخص بيحكم برر لك إنها شخص زي ده عن اللزوم يعني مش أوفر منها كتمثيل لكن ده في بناء شخصيتها لا 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 هي متقلبة أنا مش لا لسه مشتريتش ده هي بتقلب ما بين السهوكة واللي مش سهوكة في أوقات كتير النهاردة كذا مرة قلقت في نبرة كلامها يعني ما تيجي مش حتى تخرجي معايا يعني عارف الطريقة اللي بيتكلموا فيها الستات في إيجبت ديت وبعدين لا ست مصرية حسة بضياء مستقبلها وبتسرخ وبتتشحتف ومتقلمة جدا لإنها حتى تم إخراجها من الشلة بتاعتها والجروب بتاعتها مش مهتمة بشعورة أو بتاعتها لا هي برضو عاملة عاملة انتقالات كده أنا مش عارفة بروفايلها مش عارفة رصها في حاجة معينة وللأمانة برضو أسماء جلال اللي عاملة سلمة رد فعلها على اللي حصل مع شريف ممكن يكون مش مناسب قوي أو مش مقنع قوي بالقياس مع رد فعل أهله يعني أنا قلت هي ردود الأفعال مفهومة إن يحصل لك صدمة ماشية بس إحنا بنتكلم في كذا يوم بعد مواقعة هذه الصدمة مفيش أسئلة مفيش نقاش مفيش رغبة في إطارة حوار مفيش دقيقة بنتفهم فيها إنه هو فعلا لما خد القرار اللي الكل بيقول عليه غلط ده كان بني قدم تاني تماما وإنه من ساعتها تصور إن الموضوع ده مستحيل يبقى له عواقب ومستحيل حيتكرر مرة أخرى ليه بقى أقول إن الوضع بالنسبة لأهله مختلف لإن أهله ناس كبار من عالم آخر من زمن آخر من كلام زي ده لكن إنتي من الزمن ده شخصية بروجريسيف متقدمة متحررة الأمور ده كل دي كلها دي كلها فأنتي بتستدعي دلوقتي الشخصية مش بتاعتك قوي الصدمة ماشي لكننا نحن نفضل مستمرين عليها الفترة دي كلها مش عارف مشكلة سلمة إنه هو مخلف وعارف إنه مخلف بس هي حرمها تخلف فهو ما خلفش بقرار من البداية لأ انت برضو دلوقتي بتخبي جزء من الحقيقة هو ما خلفش بقرار واعي مش شايل مسئولية الطفل اللي هو خلف فلا هو لسه متسق مع وجهة نظره لغاية دلوقتي بصرف النظر عما إذا كنا إحنا شايفنا وجهة نظر صحة أو لا سلمة كانت مشحولة نحيته من قبلها عشان مش عايز يخلف منها عشان كده أنا بقول الصدمة الأولانية تمام لكن إحنا دلوقتي يبقى لنا كذا يوم من ساعة لما ده حصل زي ما بقولك تسنيك الأزمة بتاعة سلمة وشريف مع الأزمة بتاعة آدم وندين والتصعيد المتعمد ليها لغاية المرحلة اللي وصلت بتخدم السياق اللي المسلسل عاوز يمشي فيه قد ما بتخدم منطقية العلاقة نفسها أنا حاسس إن المنطق خد خطوة الورا شوية في علاقة سلمة وشريف مشكلة سلمة مع شريف إنه تخلى عن بنته وهاش شيء نفس اللي صار له اللي صار لها مع أهلها حلوة دي حلوة دي دي وجهة نظر ممكن تكون سليمة برد يعني لسه شايف إنه المفروض إنه يكون بدأ حوار بس الكلام منطقي رأيك في مشهد المواجهة نمطي شويتين مش عايزة بقى بتاعة الناس اللي خلف تعرف والمشهد عجب الناس كون لا وانت عندك مع مشكلة بس فبقالوش فيه أي صنط يتعمق داخل المشاكل بتاعتهم يمكن أحلى حاجة في المشهد بعد الرسالة البصرية وبالتحديد قبل ما ينطلق يعني هو المشهد اللي وصل فيه أبوها وأمها للباب وبعدين كان واقف عند الباب وهي واقعة في المطبخ كريم الشناوي عمل فريم مقصود في تقديم الشخصي لأنه قرروا بعدها على طول مع سلمة وشريف بأن ده بقى في أول الفريم وهي في آخر الفريم مسافة مرعبة ما بينهم وما الكنينة ولكن النقاش اللي عملوه زي ما يكون ستوديو تحليلي للمباراة اللي احنا شفناها من أول رمضان لغاية دلوقتي أنا عملت وانتي ما عملتيش لأ أنا قلتلك تشتغلي وانتي ما اشتغلتيش انت بتتصرمح انتي بتسمعيش كلامي أنا قلتلك ما تعمل لأ كنت عايز في المرحلة دي نتعمق شوية بقى داخل إحساس الشخصيتين نقلب على بعض شويتين لو الموضوع لازم يرسى في الآخر على الطلاق نفس الموضوع برضو عملوه عند سلمة وشريف لما هو دخل من الباب بعد ما كان مسافر وقرر أنه يفتحها نفس الفريم بالزبط هو في أول الشاشة وهي في آخر الشاشة يا دود النقاش نمطي علشانه وقعي قوي ممكن برضو أنا ما عنديش مشكلة في الاختلاف في النقطة بس حس انه موضوع سلمة وشريف ممكن يتحل بحوار لأنه موقف واحد بس نادين وآدم ترقومات ما ظنش انها تتحلق الحياة هترجع زي الأول إلا لو عشان ولادهم برافو عليك أنا متبني وجهة النظر دي تماما وتأجيل الحوار في الحالة بتاعة سلمة وشريف زي ما يكون متعمد ليه الغاية دلوقتي ما كلمتوش زي قتل المستنقع لا خالص أنا تبنيت خلاص الموضوع أنا بقول أن الهرشة السابعة ليس مستنقع وبقول أن رشيد بيحول على قد ما يقدر أنه يعيد الانزلاق داخل المستنقع ولكن الغاية دلوقتي هو أحسن شوية من المستوى العام للمستنقع جعفر العمدة أنا مستمتع بصحبته معايا في المستنقع أنا بستمتع بجعفر العمدة نفس درجة استمتاعي بمباريات إمبي وفاركو الساعة ثلاثة العصر يوم الثلاثة في الدور المصر هو أنت تحس أنه هو مسلسل مستمد من صراع منتصف جدول وأنا مستمتع بذلك أنا بستمتع بمطشاط إمبي وفاركو بستمتع بجعفر العمدة الخناءات بتكون كده لما بتتخنق بتقعها تفكر التاني باللي عملته ليه؟ أنا مش داخل خناءة أسرية أنا بتفرج على عمل درامي شوية المفروض أنك تساعدني في دفع الأمور للأمام أو حتى أن احنا نقول النقطة اللي احنا عوزين نحسمها بأن المسافة اللي بيننا خلاص ما عادش بقى نافع أن احنا نمشيها أو نحلها مش نرجع نعيد ونزيد في نفس الكلمتين حتى لو هنتكلم على الخطوة الجاية في الصراع ده مرات يبقى ممكن يبقى الصوت أعلى يبقى اللهجة أكثر حدة الأمور اللي زي دي بالعكس ده يمكن يكون كان أشهد أهدى مشهد مواجهة ما بينهم هما الاتنين النهاية الأنسب بالنسبة لك يرجعوا ولا كل واحد يشوف حياته بص بناء على اللي احنا شفناه لغاية دلوقتي لا هما شخصيات معيبة زي ما اتفقنا الفكرة اللي قالتها عيدة رياض على فكرة الشخصية بتاعت هناء هي دي الفكرة اللي انا شخصيا بتبناها في العلاقات الزوجية بأن لازم لازم حد يعدي لحد وهي راح يتقيلله ومش هو ده الجواز تقريبا لو انا فكر المشهد صح وهي عندها حق هو ده الجواز يا جمان هو ده السر في نجاح أي علاقة في الدنيا أن ده يعدي شوية وده يعدي شوية وإن ده يبقى عارف كويس إن التاني عداله وإن ده يبقى عارف كويس إن التاني عداله وهكذا دواليب أنا عارف النطق الصح لا الشخصيتين اللي قرروا أن هم هيوقفوا البعض على كل حاجة ويبصوا على تاريخ حياتهم ويقول لك أنت اللي ضايعت المستقبل حياتي والكلام ده ما فيش أي فرصة في الدنيا لأنهم يرجعوا البعض أو يعيشوا حياة سواية ده اقتناع الشخصي ولو المسلسل نط شوية حلقات علشان يوصلك للنتيجة دي ماشي اختيار درامي سعيد علشان خطر النهاية لكن أنا مش شايف إن هو يحصل الأنسب هو إنهم يتعالجوا بشكل أو بآخر ويفهموا إن هم اللي أفسدوا علاقتهم بأيديهم ويحترموا بعض تبقى علاقة مطلقة متحدرة مش زي دلوقتي لأنها دلوقتي علاقة مطلقة متوترة برضه بعد اللي شفناه في الحلقة بتاعت النهاردة والحياة تمشي في شكل متحدر ويبهي دي الرسالة بتاعت المسلسل وأنا ممكن أقبل ده تمام نفسي أشوف عمل درامي بينقش الزواج من زاوية إن اتنين فضلوا جنب بعض تحدوا الحياة مع بعض مش فاكر آخر مرة شفت عمل فني اتكلم عن الزواج بشكل إيجابي جعفر العمد عندك ثرية عملت ريمونتادة تاريخية ولفت من المنور ورجعت لجعفر وقال لها أنا رديتك ياسرية هو قال أنا رديتك ياسرية من هنا وإحنا المنطقة عندنا كلها قامت غيصة كأن الأهلي جاب جون بالزبط زي ما دفع نابولي سابلياو ليعاو بالزبط شوف أنت النهاردة دفع نابولي عمل إيه مع نابولي شوف التلاتة إن شاء الله اللي بعد الجاي دفع ميلون حيعمل إيه مع نابولي هي العلاقة الزوجية كده أنت تفوت لي وأنا فوتك أنت ترقص وتهيص أنا فجيب لك حارس بيقع على وجه حاجات زي كده التروما يا دود تم الإشارة لها بشكل واضح لما سلمة وجهتها إنهم بيخبوا عليها عشان هي وقالت إن ده بسبب أمها وإنها بقيت نسخة منها آه ده ده حلو بس ده مش ترومة ده مش حاجة تروماتيك ده مش حدث في تاريخها قلب نفسيتها إن البنت في الآخر بتطلع منطبعة بطباع أمها اللي هي تربط معاها ده حلو جدا ودراميا ناضج ونفسيا ناضج جدا كمان لكن لا يرتقل درجة الترومة في رأيه حتى لو مش ترومة بس أعتقد إنه ممكن نقول عليها إنه الدفع اللي خلاها على طول عايشة بتحكم على اللي حواليها وشايف نفسها شخص مثالي وده بيخليها انفع عليا وهجومية عشان مش بتشوف نفسها غلط ده يعني ده يصلح إنه يكون تحليلك وهو مقبول جدا بس إنه هو دوت اللي يكون المسلسل بيقصد يعكسه عن شخصيتها يعني لو طلعت صحة تبقى برينز بس ده شيء لازم نشوفه إنها تتواجه بيه طبعا مثير جدا للسخرية أنا معك بس الكتاب الشاطرين بيعرفوا يوزينوا في ده شوية بيعرفوا يطرحوا ده من جوة ده شوية مارج ستوري يا جماعة اللي كان فيه شخصيتين على وشك إنهم يرفعوا مطاوي على بعض عرف من جوة المقساة يصدر بعض المشاهد الخفيفة زي مثلا الصراع بتاع المحاميين على الجانب الآخر ده كان فيه شوية حاجات المشهد بتاع أدم درايفر وهو بيواجه المشرفة الاجتماعية وكان على وشك إنه يموت نفسه بالمطوى وهو بيلعب ولا بتاع وده مشهد مقساوي جدا ولكن برضو كان بيدحك شوية فيه فرصة لده أنا معرفش إزاي لإني مش كاتب سيناريو بس لما بحس إن النكد حيطلع من الشاشة ويعدني من منخيري يعني أقدر أعبر عنه بس حاسة بنت شريف اللي جاية مش منطقة تكون لطيفة بالدرجة دي عندها نواية خفية يعني بس على فكرة هي ممثلة كويسة يعني ما بين الشخصيات اللي ظهرت لغاية دلوقتي البنت اللي هي عاملة جوليا ديت ممثلة كويسة جدا والبنت اللي عاملة داليا لو أنا فاكر اسمها صح اللي هي المفروض إنها الـ Romantic Interest الجديد بتاع آدم أنا أتمنى إنها في الحلقة الجاية وهما ماشيين وهما بيتماشوا في الموتال اللي هما فيه دوات يخبطها أوتوبيس بشكل أو بآخر لإنها لما بتطلع في الشاشة عناية بتوجعني بسرعة لما بركز معها أنا كنت يعني تمثلها مش عجبني خالص إطلاقا وبعدين عاوز أقول عاوز أقول لمراتي ليه أنا شايف إنها ممثلة سيئة فبقول لها هما الاتنين كانوا ماشيين جنبا بعد كده فبقول لها ركزي فيها وهي ما بتتكلمش يعني لما آدم بيتكلمها وهي المفروض إنها تعمل ردود أفعال على اللي هو بيتكلمه وبعدين بنتفرج وبعدين بتاري تتكلم والتالي الحقيقة أنت رأي بيها وهي بتتكلم حتى تمثلها مش عاجبني خالص خالص هي عاملة ممثلة كويسة أو أنا مع بعض ببعض ببفهمش بس خلاص كأيه بالزبط لا كممثلة هي حلوة طبعا بس كممثلة لو بعدين على فكرة بقى الموضوع دوت بيحكم كتير من الاختيارات التمثيلية يعني برضو في الهرشة السابعة الشخصيات شكلها حلوة أكتر من اللازم فيه عم منت ولك هو ده اللي بيحصل في كل بيت آه في كل بيت محمد شهين بيتخانق مع أمينة خليل وهي عاملة ميجة في كل بيت أسماء بتقطع النفس وعلي آسم وهو عمل الروتين بتاع شعره دوت بيجي يهز شعره ويقول له انزل المطار دلوقتي حالي وصحابهم كلهم شكلهم كده واللي بيشتغلوا معهم كلهم شكلهم كده ولما بتطلع له بنت بيبقى شكلها كده ولما بيفكر يخون مراته بيبقى شكلها كده ولما بتروح للستوديو بتطلع على الأخ لشكله كده فيه يا جماعة وهم ينزلوش الشارع في مصر ولا يه ايه رأيك في رشيد انا شايفه حلو بس تقليدي جدا اه مش تقليدي او بمعنى اصح الجوانب التقليدية فلا انت بتتفرج عليه انت عارفها من العمل اللي هو ناقل منه او باني احداثه عليه فده ده شيء خلاص انت داخل باختيارة ما فيهش تخش تفرج على الحاجة وتقولك ايه ده منقول ما انت عارف ان هو منقول بس احنا في الاحداث اللي فاتت حصل شوية حاجات كده بصراحة ما تلزش يعني موضوع ناقلة السجن ده من الواضح انها كانت رسالة رسالة ملهاش اي قيمة درامية على الاطلاق لمجرد ان انا كنت عاوز اوري المعاناة بتاعة رشيد في السجن بس امش عاوز في نفس الوقت انقل دراميا صورة سلبية للسجون المصرية فكان لازم انقلهم للتطور العمراني اللي حصل بعد كده والشكل الحالي بتاع دلوقتي وكلام زي ده وده ما كانش له اي تأثير على الاحداث خالص فانا مش عارف بصراحة دي حاجات كده لما بتحصل فاجأ بلاي نفسي ان انا في انفو ميرشل او اعلان او حاجة زي دي وده بيفصلني من الاحداث بشكل كبير ربط بعض الشخصيات ببعض المصائر العنيفة جدا يعني احنا بعد ما عرفنا حقيقة الولد وحتى الان احنا مش متأكدين اذا كان هو الولد ولا لأ فان قصته تنتهي نهاية سعيدة ده بقى شيء مش مقبول دراميا غير مقبول يا ده ولد كان بيتجر في الاعضاء احيه صلاح عمال ياشهد تعقيدات بتخلي كل توقعاتنا انها تتقدم بشكل منطقي صعب قوي مسلسل بيصعب على نفسه بس لو نجح فيها يبقى برنس طبعا والتعقيدات الجديدة بتاعت اسماء مش قالت البيت وليت فوردات لسه الغاية دلوقتي عملتنا عقت فيهم جربت تشوف مذكرات زوج مش هتندم شفتوا شفت بتاع خمس حلقات كده بس في الاغلب مش هكمل اعادة معالجة لقصة احمد بهجت اللي تقدمت اول مرة سنة 1990 وبتتعاد الوقتي بسيناريو او معالجة من محمد سلمان عبد المالك ايه اللي عجبني في اللي حصل تعصير بتاع الحدوطة اللي احنا بنتفرج عليها ان دلوقتي الابس بقت عامل الموبايلات بقت عامل الوظيفة بتاعة الزوج اتغيرت انا شفت مذكرات زوج الاصلي شفتوا وهو بيتعادت في التلفزيون لأول مرة علشان انا دينصور اصلا وكنت بحبه جدا لان اغنية الانترو بتاعته من ارواع ما يمكن يعني انا انصحكم جميعا خشوا على فكرة الموجودة على اليوتيوب المسلسل كله موجودة على اليوتيوب المسلسل القديم 16 حلقة ومن ارواع ما يمكن حقيقي جميل جدا اسمعوا بس التتر بتاع الاغنية لانها جميلة جدا هي اغنية خفيفة اغنية كوميدية والاجواء بتاعت مذكرات زوج بتاع محمود ياسين اجواءه كوميدية اكتر من مذكرات زوج بتاع طريق لطفي يعني بتاع طريق لطفي في شوية نكازات كوميدية كده ولكن قليلة جدا بالمقارنة مع الاجواء بتاع المسلسل محمود ياسين لان محمود ياسين شخصيا كان طالع شخصية كوميدية واصحابه اصدقائه كانوا حسن حسني والمنتصر بالله وكانوا عاملين يعني في خط كوميدي كامل كان ليه دعوة بحسن حسني وانه بيبص بص للسكرتيرا الجديدة بتاعت الشغل وده خط كمل في الاخر لغاية لما كتب مصير هذه الشخصية يعني وانا كنت بحب المسلسل الاول وعارف الحدوطة ماشية في انهي اطار فبصراحة انا مخلص لها ومحب لها عشان كده انا فصلت شوية من ده مش لاني مش عقداني اي حاجة فيه بس خلاص لققت الفكرة وفهمت وقدرت القيمة بتاعت التعصير اللي قلت عليها طريقة التعامل العصري مع الشكل بتاع الاحداث وتعصير المشاكل الاثرية كدلك تقريبها من المشاكل القريبة من الناس دلوقتي والتركيز الاكبر على شخصية الزوج لانه هو ده وتعنوان المسلسل فما فيهاش حتة المواقمات اللي موجودة في الهرشة السبعة المرات احنا متحيزين تماما او بشكل كبير للزوج طبعا احنا الزوجة موجودة في الصورة وعلى فكرة موجودة في الصورة اكتر من فردوس عبد الحميد كانت موجودة في الصورة في المسلسل الاولاني يعني فردوس عد الحميد في المسلسل الأولاني كانت عاملة شخصية حلوة جدا بس كانت شخصية زي ما تكون مغيبة يعني الزوك حاسس بالإهمال وحاسس بأن مراته مش مركزة معاه وحاسس بالكلام ده كله وهي فعلا كده يعني هي ما اللي بتجري وراه ولا بتحاول وكتير من أبعدها كانت كاريكاتورية مع الوضع في الاعتبار إنها عملت منتادة عظيمة في الحلقة الأخيرة لما بترجع تثبت إنها كانت عارفة كل حاجة وفاهمة كل حاجة وفاهمة إن انت رجل مخك طأ وحتعقل في الآخر وده كان جميل جدا وقت أصور ما ممكن يكون مفقود شوية في المسلسل ده وزي ما بقول كده أعتقد إن الخط بتاع الدكتور النفساني دي كلها أو المعالج أو الموضوع ده ما كانتش موجودة في المسلسل الأصلي وقد أكون مخطئا أو الذكرة خينانية اللي مش عاجبني شوية في الأجواء الكوميديية اللي بتتحاول تتقدم جوها الأحباث هو إنها زي ما تكون ترياءة على حاجات نمطية شوية يعني موضوع اللي بتعالج بالطاقة أو بتاعة اليوجا أو الكلام دوت عايزين نحط فيها شوية صفات كارتونية على أمل إنها تضحك نفس الموضوع بالنسبة لللايف كوتش الأمور دي ما قدرتهاش قوي والكاست المساند لا يا جماعة يعني أنا متعود على إن صديق البطل كان حسن حسني ويا لهوي على الوزن الكوميدي اللي هو كان مقدمه المنتصر بالله ويا لهوي على الوجب الكوميدي اللي هو كان مقدمها التانيين في المسلسل ده حضورهم خافت شوية وكارزمة متراجعة جدا قصاد البيرز بتاعتهم يعني هقول لك حاجة مذكرات زوج لو كان من المسلسلات الأولى اللي أنا تبعتها وما كنتش متفرج على المسلسل الأصلي كنت بقول لتأكيد حاوز أكمل بس بسبب الزحمة وبسبب إن أنا شفت المسلسل الأصلي والمقارنة السريعة بالنسبة لي في صالحه هو مع كامل احترامي للمعالجة دي حقيقة أنا مقدر جدا إنها معمولة بالشكل ده ومقدر كتير جدا من تفاصيلها بس عشان الزحمة وعشان أنا شايف الأصلي قررتني ما كملهاش في نقطة تانية لحسن حسني جبارة أنا ما بنسهاش كان على السكرتيرا لأن السكرتيريا بتاعت محمود ياسين كان فيهم اتنين إلهام كان فيه إلهام عاملها عائشة الكلاني وفيه إلهام تانية جاية بنت حلوة بقى وبتاعها وهو مشكلته إنه هو كان مجنون بإلهام التانية اللي هي الحلوة دايت وبيعكسها على طوله بتاعها فكان بيندهب يقول لها إلهام قالت له أعوزني أنا ولا إلهام دا سكند قال لها لأ إلهام دا سكند هند ديت أنا مليش فيها خالص اللي هي حاجة ما ينفعش تتلعب السنة دي ولا حتى جعفر العمدة يقدر عليها يا دود انت حتبقى موجود في كلية إعلام سبعة وتمانية مايو لا واحد من الكنين أعتقد تمانية مايو إن شاء الله فيه ندوة هناك جامعة القاهرة كلية إعلام الناس مستضفيني وحكون موجود علشان أحضرها وأتشرف جدا بكل شباب جامعة القاهرة اللي ممكن يشرفونا إن شاء الله فيه مسلسل حنتبعوا دلوقتي أنا عاوز ينشوف جعفر ينشوف رشيد جعفر العمدة أنا بقى فضل لي كم حلقة عم وأخذة أنا عندي حلقتين ما شفتهمش العشرة والحباشر يلا بينا أتوقعي مبدئيا على البلال شامة سيتيويشن إنه حيخشي لقيه مقتول لا مش مش شانئ نفسه حيخشي لقيه مقتول انفجار حط الأنبوبة على البتاع على فكرة نظريتي هتطلع صح بس أنا خاف أقولكم نظريتي تكون نكشوفها في حلقة من الكنين وتبوزولي الليلة المشكلة أنه هرب إزاي حد هربه أنا كنت متخيل بقى أن الحد اللي هربه ده هو في الحقيقة قاتله أقول النظرية نعيم هو اللي عمل كده دي مش نظريتي دي نظرية منزلية عندي دي نظرية مرادة نعيم هو اللي عمل كده ونعيم هو المعافلة العربية ونعيم عارف أن جعفر كان على واشك أنه هو يمسكه ونعيم هو اللي كلف حد أنه هو يهربه والموضوع ده كله حيطلع وراء نعيم وأنا شايف أنه نظرية إلى حد كبير سلط لأن الوحيد اللي كان يعرف أن جعفر جاي علشان بلال الشامة في المشهد ده هو نعيم مفيش أي حد تاني في عيلته أو في خصومه يعرف حاجة زي كده الغرض إيه؟ علشان ما يبقى لش حد يورسه وعشان هو زهق من لعب دور الرجل الثاني وكل ما يجي يدي حاجة يديها لسيد رغم أن سيد عبيد ونعيم هو اللي بيعمل كل حاجة عمليا لكن في الآخر هو موظف لا يملك أي شيء دي بقى من دماغي دلوقتي على الواقف كده زي صلاح فرشيد الله ينور عليك ولو اللي اتنين عملوا نفس اللعبة ديت تبقى مش حلو يبقى فقرة درامي إلى حد كبير إنها تواجه ابنها ولكنها لا تعلم وقدمت نموذج للمرأة المصرية لسائقة في محلها تماما طبعت طبعت مع هلا صدقي ومع الناس دي طبعت معهم خلاص شيء غريب دود أنا حصك خسيت وانا بيتهيق لي لا أنا يعني آخر مرة وزنت نفسي مش هقولك إن أنا نزلت في الوزن بس حافظت على وزني وبشكل عام حاسس بحالة ظريفة يعني ما بيقولش كتير أنا مواخد بالي شوية من أكل بس هقولك حاجة بقى معلش أستاذها هلا استني ساني أنا عندي مشكلة إن أنا كل ما بتصحر بطني بتتعب مهما كان اللي باكله في الصحور حتى لو حاجة خفيفة سريعة كده برضو لازم أحس بانتفاخ كده وبالليل ما بقاش نايم كويس وبعد ما أصحى الصبح بقى كويس بس بعد الصحور دايما متدايق حاجة الوحيدة اللي متدايقاني في رمضان ده أنا عموما سعيد برمضان ده بالروتيم بتاعه بالشغل بتاعه بمعادة الفطار بمعادة الصحور بالتوازن ما بين الترفيه وما بين ما وجد رمضان من أجله والأمور دي كلها يعني بس إيه بس حتة التقل اللي بعد الصحور دي مش عارف بقى إن كنت الشب مية قليل بيومي في وقت بيدحك في جعفر العندا ده لا ده ما اتطورت خالص بيت باتفرج على جعفر عادي وإن بابلك مش ناوي تتجرق وتتفرج على رامز لا هي عموما إحنا اتفقنا إن جعفر العندا جلتي بليجر رامز جلتي بس إكستريم يا جعفر لا فيه إيه الناس بتلمس بحسب المكان اللي رايحها لا إكستريم لا يا جعفر زعلت منك غور بقى أنا مترقب الموضوع ده أكتر من أي لغزة آخر في المسلسل هل سيستطيع جعفر أن يدخل المطعم بالجلبان نشوف الحلقة اللي بعدها ولا نقل بعد رشيد ولا قوم اتصحر اللي بعدها على فكرة أنا ممكن فعلا أزق معاكم ونتفرج على الكنين ونخلص المناقشة بتاعتنا من خلال المشاهدة ويبقى حلو كده الحلقة الحداية عشر بتقرأ في الفلسفة فلسفة إيه بي أنا بتفرج على محمد رمضان ما بتفوقنيش بقى سيبني في اللي أنا فيه لأ ما بقى رش في الفلسفة هتعمل نقابة عيدة هتعمل نقابة زوجات جعفر العندا المشهد ده تعمل منه تيك توك تعمل منه فيديوهات قصيرة على فيسبوك والناس تطلع بقى تشتم في أي حد ما كانش عاجبه محمد رمضان وكان متضايق منه وغول تمثيل بس ظالم نفسه والحاجات الجميلة اللي انت عارفها دي فأنا أنصحك ما تفتحش فيسبوك بكرة يا دود إزاي بتعتبر الممثل عمل دور جامد من التعبيرات في المشاهد العادية الحاجة اللي تبان سهلة للناس وانت تقدم من خلالها شيء يترانسند المهمة بتاعتك يعرفني أكتر بالشخصية بتاعتك ينقل إحساس أو مشاعر من غير ما تبطر تتكلم علشان تعبر عنه تمثيل دينيرو يعني دينيرو هو ممثل المفضل دينيرو يا جماعة كان بيشطب سطور من السيناريو يعني يجي له السيناريو الجمل بتاعته يشطب منها حاجات يكلم المخرج يقوله أن أنا ممكن أعمل دي من غير ما تكلم يعني أنا ممكن أوصل دي من غير ما تكلم انت عايزنا أقولها ليه الباتشينو بيصرخ كتير هل ده بياخد نقط كتير منه بلاش التعبير بتاع النقط والحاجات ده لا يمكن علشان كده أنا بحب دينيرو أكتر من الباتشينو علشان الهيستيريا عنده أقلب كتير بس حتى الهيستيريا بتاع دينيرو فريدجينج بول هي اللي أخد عليها الأوسكار مش اللي قدمه فريدجينج بول ما اسموش هيستيريا يا رئيس اسم الفيلم إيه يا معلم ده واحد عنده أنجر إيشوز هي اللي دمرت حقيقته كلها أصلا لو توقعك صحة وطلع نعيم هو اللي عملها مش ده ما عندن المسلسل ضعيف لأنه عمل حاجة متوقعة ضعيف يا محمد بقولك شيء لا يؤخذ على محمل الجدية من الأساس ضعيف ولا يا هو أكون أن الناس عملا تطلع بالعدد ده من النظريات فده يدعم نجاح المسلسل على المستوى الجماهيري وده بتكون سيد مع ابن فتح الله المسجون وأكيد سيد ابن جعفر معاه بسم الله ما شاء الله كل السنين دي بتروح تزوره في السجن طيب بس هي لو بتروح تزور ابن اللي هو طريق النهري ده مش كانت مراته قبلتها اللي هي مرات طريق النهري اللي هي أمه قبلتها في الزيارات بتاعت السجن ولا ولا دي حاجة اللي هي رعوا بالحبكة وأنا كده كبرت الموضوع شوية بصراحة ممكن أن يكون أنا كبرت الموضوع بقول لكم إيه أنا جوعة نحن نخلص الحلقة دي ونقوم خلوا رشيد الستريم اللي جايك هتروح تنده لها هتفتكرها ونوي يقولها تسقط هتروح أربانة هيروح أنا بقيت جاهز أكتب أول سيناريو مسلسل رمضاني في حياتي خلاص هي طلعت اهي ما هيربتش ولا حاجة شفت قلت دليت ليه يا نرجس واي يو ستيوبد ميزربول واي طب اتفضل يا رجعيه تاني بقى ايه الهراء ده لا يا نرجس لا يا نرجس استخدمت عقلها جات هنيلة هي وعقلها في يوم واحد حاجة تقرف اشتددز اتمنى لكم صحور سعيدة ان شاء الله وباي باي اشتركوا في القناة